تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أشاد بالتوسع في اتخاذ الإجراءات التي تضمن العدالة والإنصاف للضحايا ومحاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص إلى جانب تقديمها الدعم والمساعدة للضحايا لتجاوز التداعيات النفسية والاجتماعية للمرة السادسة على التوالي مملكة البحرين تتصدر قائمة الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لما أعلن عنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص هذا الإنجاز الدولي يأتي ترجمة للرؤية الملكية الثاقبة من لدن جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في إطار احترام حقوق الإنسان الذي يعد جزءاً أساسياً من ثقافة البحرين واستراتيجيتها في تعزيز دولة المؤسسات والقانون مملكة البحرين بدلت جهوداً كبيرة في ملف حقوق الإنسان من خلال تأسيس البنية المؤسسية بين مختلف الجهات الحكومية عبر منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهيئة الأرضية الصلبة في الجوانب التشريعية والإجراءات التي توفر الوقاية والحماية والعدالة والإنصاف لجميع أطراف العمل دون تمييز والتصدي للممارسة غير القانونية في سوق العمل بأطر قانونية سليمة كما تحرص المملكة بصورة مستمرة على رفع نسبة الوعي بجريمة الإجار بالأشخاص على المستويين المحلي والإقليمي من خلال الدورات والبرامج التدريبية إلى جانب تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية التي تعزز حماية العمالة الوافدة والتصدي للعمل الجبري ومختلف صور الإجار بالأشخاص وتقديم المساعدة الإدارية في رفع الدعاوى المدنية للعمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة المعتمدة جميع هذه التدابير والأنظمة التي تعمل مملكة البحرين على تطبيقها على أرض الواقع هدفها الرئيس هو حماية الإنسان وحفظ كرامته وزيادة وعيه بحقوقه وواجباته تجاه نفسه والمجتمع في سبيل أن يحظى الإنسان بحياة مستقرة وآمنة